صحة وسعادة وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين صحة وسعادة برنامج يأتيكم ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها ولطرح مختلف المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع فأطيب التحيات مني إليكم محدثكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل فلكم كل الأمنيات عزاء المستمعين بأن يكون هذا اليوم يوم مميز مليء بالإنجازات عموما مستمعين مثل ما عودناكم نحن دائما خلال الفترات الماضية نطلع بمعلومة صحية في بداية هذا البرنامج وفي البداية ونحن نقولكم صباح النشاط والحيوية والغذاء الصحي السليم شفنا وكالات الأنباء طالعتنا اليوم بخبر يقول أن البواد الغذائية المنخفضة السعرات تسبب البدانة في تفاصيل الخبر نجد أن علماء من الولايات المتحدة قاموا مؤخرا بتجربة لتحديد تأثير المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة في وزن الإنسان واكتشفوا أنها قد تكون السبب في زيادة وزنه ويذكر في الوقت نفسه أن نتائج دراسات سابقة كانت قد بينت أن زيادة الوزن يرافقه تقلص في حجم الدماغ وهذا يؤثر في وظائف المعرفة عموما نحن من نتطرق لهذا الموضوع في سياق حلقتنا لكن الآن من نتوجه يعني إلى العيادة الذكية وعندنا مداخلة مع الدكتورة سعاد هاشم أحمد استشاري طب الأسرة ورئيس وحدة الوقاية السريرية لتعزيز الصحة بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي بتكلم مع الدكتورة عن سرطان عنق الرحم الذي يعد ثاني أكثر أنواع السرطانات انتشارا على مستوى العالم بعد سرطان الثدي وهو مرض شائع بين النساء في مختلف العالم دكتورة في البداية يليت تعطينا بس أول شي صباح الخير ويليت تعطينا بعدها ما معانا على الخط طيب نحف انتظار أن ناخذ الدكتورة لكن بخبركم عن الإحصائيات العالمية اللي موجودة في هذا المجال قلنا أن سرطان العنق الرحم يعد ثاني أكثر السرطانات انتشارا على مستوى العالم بعد سرطان الثدي وهو مرض شائع بين النساء في مختلف دول العالم الإحصائيات العالمية تشير إلى أنه في عام 2012 تم اكتشاف أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم على مستوى العالم وتشير التوقعات العالمية إلى ارتفاع هذا العدد بنسبة 25% بعد مرور 10 سنوات ما لم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات الفاعلة للحد من الإصابة بهذا المرض ما أدري الدكتورة وصلت معنا على هو ولا بعدها خلاص أنا أقول أن أجل الموضوع في سياق الحلقات في سياق الحلقة ونحن ماشيين لكن عموماً اللي يبغي يتابع العيادة الذكية ممكن أن يتابعها من خلال حساباتنا على تويتر وإنستجرام وبرنامج البريسكوب اللي هم دي اتش اي كلهم نفس الحساب دي اتش اي اندرسكور دبي دي اتش اي اندرسكور دبي ومثل ما قلنا العيادة الذكية اليوم تطرح موضوع حيوي ومهم هذا الموضوع يتعلق بسرطان عنق الرحم عموماً مستمرين معاكم نحن وبدأنا يعني بمعلومة جداً مهمة عن الغذاء ايوا تفضلوا طيب دكتورة معانا على هو نزيد خلونا نرجعي للدكتورة طيب دكتورة سعاد صباح الخير دكتورة تسمعيني ولا طيب نحن ها معانا دكتورة دكتورة سعاد الظهر دكتورة مشغولة بالعيادة يا جماعة الخير خلونا بس مرحبا دكتورة مرحبتين واشا مرحبا لعوستين اليما حصلناك دكتورة يا مرحبا فيك الله يسلم طيب دكتورة بما اننا نحن عملية التواصل معاك خذت معانا ثلاث دقائق تقريباً فما نختصر الموضوع قدر الامكان ما نتكلم دكتورة في البداية عن الفكرة العامة عن مرض سرطان عنق الرحم ونسبة الإصابة فيه في دولة الإمارات وكيف يمكن الوقاية من الإصابة بهذا المرض سرطان عنق الرحم هو شكل من أشكال الأمراض السرطانية ويصيب الجزء السفلي للرحم في الجهاز التناسلي الأنتوي سرطان عنق الرحم عالمياً يعتبر سرطان عنق الرحم ثاني أكثر السرطانات شيوعاً والسبب الثالث للتوفيات لدى الإناث تشخيط المحالات في مراحل متأخرة من المرض يؤدي إلى صعوبة علاج المرض والشفاء منها طيب دكتورة كيف يمكن الوقاية من الإصابة بهذا المرض؟ الوقاية من يعني أهم شيء يعني يمكن أفضل شيء والشيء الزين في مرض السرطان عنق الرحم أنه يمكن الحماية والوقاية من هذا السرطان ما في شيء زيء في المرض دكتورة الوقاية يمكن الوقاية منه بعمل الفحص الدوري عن طريق أخذ مسحة من عنق الرحم تأكد من نوعية الخلايا الموجودة والكشف المذكر عن السرطان ممتاز هذه الكشوفات نحن في هيئة الصحة نقوم فيها دكتورة؟ نعم هذه الكشوفات موجودة متوسرة في عيادات هيئة الصحة بالزيء وفي كل المراكز الصحية يمكن زيارة طبيب العائلة وطلب الفحص متحة عنق الرحم للكشف المبكر أهني أنا بساج دكتورة الخدمات التشخيصية والعلاجية التي تقدمها الهيئة لسيدات المجتمع في هذا المجال شو هي هذه الخدمات؟ من الخدمات مسحة عنق الرحم الفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم لأنه عيادات هيئة الصحة ومفرف كل عيادات هيئة الصحة التشخيص المبكر للسرطان عن طريق المسحة عنق الرحم يقوم بها طبيب العائلة والخدمة الثانية للوقاية من سرطان عنق الرحم حاليا في عيادات هيئة الصحة بالزيء وموجود صعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والذي يسبب أكثر هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم فالتطعيم حاليا متواجد في عيادات هيئة الصحة بالزيء نعم دكتور أنتوا الآن متواجدين في العيادة الذكية ونحن ندعو المستمعين للمشاركة في هذه العيادة عبر حسابات هيئة الصحة بدبي اللي هي DHA underscore Dubai على تويتر وإنستجرام وأيضا على البرسكوب وكذلك اللي يبغي يعرف معلومات أكثر حول هذا الموضوع والخدمات التي تقدمها هيئة الصحة ممكن أن يتعرف عليها من خلال هذه العيادة نتمنى لكم التوفيق دكتورة سعاد هاشم أحمد استشاري طب الأسرة ورئيس وحدة الوقاية السريرية لتعزيز الصحة بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي شكرا جزيلا لك والعفوذ والله يحبكم شكرا إذن مستمعين نحن نستمرين معاكم في فقرات برنامجنا إن شاء الله بعد الفاصل عندنا لقاء مهم حول موضوع جميل جدا هذا الموضوع بتعرفونه إذا تابعتونا فاصل ونواصل صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الفقرات الثانية من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي حقيقة دائما ما نذكركم مستمعين بأرقام التواصل معنا حول المواضيع التي يتم طرحها وأيضا الاستقبال أي ملاحظات أي اقتراحات في مجال القطاع الصحي والطبي على الأرقام التالية اللي هي ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة أو عبر الرسائل النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة في عام 2012 بلغ عدد المسنين في إمارة دبي فوق الخمسة وستين سنة أحد عشر ألف وأربعمائة وخمسة عشر مسنة حسب إحصائيات مركز دبي للإحصاء أيضا الإحصائيات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تشير إلى أن نسبة المسنين المواطنين فوق ستين سنة من مجموع السكان المواطنين تصل إلى 5.2% من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 11% عام 2032 وإلى 29% عام 2050 هذا الارتفاع في نسبة المسنين من عدد السكان لا شك أنه يعود إلى ارتفاع الوعي والثقافة الصحية وتطور خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأفراد المجتمع لكن السؤال الذي نطرحه الآن هو كيف يمكن الوصول أو كيف يمكننا الوصول إلى شيخوخة صحية للإجابة على هذه السؤال يعني يسعدنا أن صديف معنا الدكتور أحمد فولة خصائي أول طب المسنين بمستشفى راشد حياك الله معنا الدكتور ويا لي تتجاوبنا على السؤال كيف يمكن لنا أن نصل إلى شيخوخة صحية هو طبعا الشيخوخة مرتبطة بحدوث الأمراض وحياتنا اللايف ستايل اللي احنا بنعيشه بيكون فيه أخطاء كثيرة وثبت أن التعامل مع هذه الأخطاء أو تداركها يمكن أن يسهل ويساعد كثيرا جدا في تفادي معظم الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر يعني احنا بنعلم أن دول الخليج من أعلى دول العالم في السمنة والسكري وعلى مستوى العالم الألزهايمر بيزيد زمان ما كناش نسمع عن الألزهايمر من مئة سنة فاته التهابات الشرايين وأمراض القلب منتشرة وثبت علميا أن هذه الأمراض يمكن تفاديها يعني عدم حدوثها حتى اللي عنده هذه الأمراض يمكن أن تتراجع يعني اللي عنده سكر ممكن السكر اللي عنده يشفى إذا عرف الأخطاء اللي بيعملها في الطعام وفي الهرمونات المتلخبطة في الجسم وفي الإكسرسايز نعم فهنتكلم عن الطعام وما خطأ في الطعام وما هو صواب في الطعام وكيف نمنع الأمراض عن طريق الطعام فضل دكتور هنبدأ الأول بالكلام عن السكر اللي هي المواد السكرية إحنا عندنا السكر المائدة الأبيض أو البني أيا كان فهو سكر بيتكون جزء السكر من جلوكوز وفراكتوز وكذلك سكر الفاكهة بيتكون من جلوكوز وفراكتوز بيكونوا متحدين مع بعض في هيئة سكر لما بينزل المعدة بيتحلل ويبقى الجلوكوز الوحده والفراكتوز الوحده طيب كيف يتعامل الجسم مع السكر هي دي النقطة اللي أنا عايز أوصلها بوضوح علشان اللي هيفهمها اللي عند سكر هيخفها من السكر هنفترض أن أنا أخدت 100 واحدة أو 100 سعر حراري جلوكوز و100 سعر حراري فراكتوز كيف يتعامل الجسم مع الجلوكوز كل خلايا الجسم كل خلية حية ربنا خلاها تقدر تستخدم الجلوكوز في إنتاج الطاقة 80% من 100 كالوري اللي أنا أكلتهم الجسم هيستخدمهم في إنتاج الطاقة مباشرة يتبقى 20 العشرين هيروح الكبد الكبد بيعمل بيهم إيه؟ من العشرين دول 18 بيستخدموا في إنتاج الجليكوجين اللي هو المخزن الطاقة بتاع الجسم ودي حاجة كويسة تفضل 2 وحدة واحدة منهم بتستخدم في تسيير مكنة الطاقة بتاع خلاية الكبد ويتبقى واحدة واحدة بدأت تحول لدهن يبقى الميت صعر حراري اللي أنا أخلتهم واحد بس منهم بتحول لدهن نشوف الفراكتوز الفراكتوز لو خدت 100 صعر حراري لا توجد مستقبلات في خلايا الجسم لاستهلاك الفراكتوز وبالتالي كل الفراكتوز اللي أنا شربته هيروح أو أخذته هيروح على الكبد لا يستطيع الكبد تصنيع الجليكوجين من الفراكتوز إلا إذا كنت صايم يعني معنى كده كل الفراكتوز اللي أنا باكله هيتحول إلى دهن يعني لو خدت كوباية عصير برطقان فريش الصبح الفئون العصير الفواكك كلها بتتكون من جليكوز وفراكتوز نص كوباية عصير البرطقان دي دهن لأنها ستحول في الكبد الدهن تمام يتفضل نشوف بقى بعد كده إيه اللي بيحصل لما الدهن اللي بيطلع من تصنيع الفراكتوز الجسم بيعني في إيه لأنه هو ده المشكلة الكبيرة الدهن اللي بيطلع من الفراكتوز ده عبارة عن أحماض دهنية بتمشي في الدورة الدموية وتوصل للجميع عن سجز الجسم إحنا عندنا هرمون اسمه الأنسولين لما أنا بأخذ مواد سكرية زي الجليكوز الأنسولين بيعلى في الدم وظيفة الأنسولين حكتين هو اللي بيدخل الجليكوز جوه الخلايا يعني هو اللي معاهي المفتاح اللي بيفتح باب الخلية علشان الجليكوز يدخل داخل الخلية لو فشل الأنسولين في أنه هو يدخل الجليكوز جوه الخلية الجليكوز بيتجمع في الدم بيعمل بي إيه بيحصل إيه بعد كده الأنسولين نفسه بياخده يحاوله الدهن تمام طيب الفراكتوز إيه مشكلته الدهن اللي بيطلع من التمثيل الغذائي للفركتوز بيوصل للعضلات يقفل سكة الأنسولين يمنع الأنسولين إنه هو يدخل الجلوكوز داخل الخلايا وبالتالي الجلوكوز ده هيروح فين هيتحول لدهن يبقى إذا أنا لما باخد جلوكوز وباخد فركتوز مع بعض كعصير برطقان الفركتوز قلنا بيتحول لدهن والفركتوز بيمنع الأنسولين إنه يستخدم الجلوكوز ويتحول الجلوكوز أيضاً إلى دهن يعني أنا لما باخد كباية عصير برطقان الصبح أنا باخد كباية دهن تمام كده؟ طيب ده مفعول السكر نشوف برضو نقطة مهمة جداً عشان دي مرتبطة بمضاعفات مرضى السكر نبغي ناخد جميع المحاور طيب لأن هي دي نقطة حيوية جداً في حاجة اسمها البرونينج ريأكشن اللي هو التفاعل البني إيه التفاعل البني؟ إحنا عندنا السمون اللي هو الخبز الفينو لما بيخش الفرن بيطلع لنا عليه طبقة بني أو صفرة الطبقة البني دي هي تفاعل السكر مع البروتين اللي في الغذاء تحت تأثير الحرارة الطبقة البني دي بتبقى نشفة مختلفة عن نسيج الخبز تحتيها مظبوط الخبز تحتيها بيكون طاري لكن هي بتبقى نشفة طيب إحنا السكر بيتفاعل في جسمنا تماماً مع بروتينات الجسم تماماً زي ما بيحصل في الخبز بس بياخد وقت سنوات لأن إحنا مع درجة حرارتنا مش حالية يعني التفاعل بني يعني البروتينات اللي في الشرايين بتاعتنا والبروتينات اللي في الجلد بتتحول بالتدريج إلى نسيج ناشف وهو ده اللي بنسميه أكسادة الجسم فتبدأ تظهر التجعيد وتبدأ تظهر مضاعفات مرض السكر على الكلة وعلى الشرايين وعلى قلب كلها جاية منين من السكر باختصار دكتور اختصاراً للكلام اللي انت جلتشو ممكن نوجه نصيحة محددة للمستمعين يبقى إذن الشخص اللي عنده سكر أو اللي هو جسمه ممتلئ ويؤد أن يفقد وزن يمتنع تماماً عن السكر ويمتنع عن عصير الفواكه هتقول لي ربنا خلق الفاكهة وقالينا كلوها انت جاي تقول عصير الفاكهة ممنوع عصير الفاكهة ممنوع لكن الفاكهة مش ممنوع ليه بقى؟ لأن لو خدنا التفاح التفاح فيه فيه ألياف الألياف بتحد من امتصاص الفركتوز اللي موجود فيوصل للكبد نقطة نقطة بخلاف أن أنا أعمل عصير وأود كمية مفاجأة للكبد ما عرفش يتصرف فيها فيحولها كلها لديه طيب فيه كمان فواكه ممنوعة مش لكل الناس للناس اللي عندها سكر وعايزة تفقد وزن الطمر لأنه ما فيهوش ألياف العنب لأنه ما فيهوش ألياف التين لأنه ما فيهوش ألياف المنجا لأنه ما فيهاش ألياف اللي امتنع عن الحاجات دي التاني حاجة السكر داخل دلوقتي في تكوين المخبوزات يعني الخبز اللي احنا بنكله مفيهش خبز في السوق مفيهوش فركتوز حتى الأسمر؟ حتى الأسمر أي خبز بتلاقي عليه طبقة بني أو لون بني ده تفاعل الحرارة مع الفركتوز الفركتوز مع الورتين يبقى الامتنع عن الخبز تماماً والامتنع عن المخبوزات الموجودة في العلب لو أنت جبت أي علبة مخبوزات اللي مكتوب عليها قليل الدسم أو قليل الكوليسترول بتلاقي مكتوب عليها هاي فركتوز كورن سيروب اللي هو الفركتوز المستخلص من حبة الضرة فالفركتوز ده هو المشكلة فهم حطوا المشكلة في وسط الأكل وكل الناس بتاكل والمايونيز فيه فركتوز كل الأكل بتاعنا فيه فركتوز اللي هو مرتبط بي هتقول لي هنأكل إيه مرتبط طيب ما أنا هقول لحضرتك هنأكل إيه لأن الموضوع سهل جداً البروتينات مش ممنوعة يعني اللحمة والبيض والسمك مش ممنوعة الدهن مش ممنوع ونكلم عن الدهن بعد شوية الدهن اللي هو السمنة البلدي والزبدة مش ممنوعة وطبعاً دهن السمك وممكن نتكلم عن الدهن بعد شوية أنا كده يعني تقريباً إن شاء الله يكون عندنا وقت تفضل دكتور طيب نكمل بس الفركتوز بيعمل إيه كمان الفركتوز لما بيدخل الجسم نلاحظ إحنا بعد ما ناكل أكلة محترمة كده تلاقي نفسك عايز تنام لأن الفركتوز علشان الكبد يقدر يحوله الدهن لازم يعمله حاجة اسمها يعني إيه حط عليه فوسفات عايزين ما سنرجع تاني الجلوكوز عشرين منه راحوا الكبد لكن الفركتوز مية كلهم راحوا الكبد فعشان الكبد يتعامل مع السكر لازم يديله فوسفات الفوسفات ده هو الطاقة بتاعتنا فلو أنا كالت جلوكوز بس مفيش حد بيأكل جلوكوز بس على فكرة بنستهلك عشرين من الفوسفات لما بحط عليهم المية بتاع الفركتوز بقى مية وعشرين وبالتالي بهدر طاقة الجسم لما بيأكل خبز عشان كده الواحد لما بيأكل في حاجة فيها خبز تلاقيه أو رز بتلاقيه عايز ينام اللي هو اللي عيش يعني طيب لو أنا أكلت بروتينات أو دهون البروتينات أو الدهون ما بتستهلكش فوسفات وبالتالي أنا أكل بروتينات ودهون وحس إن أنا نعنشت مش عايز أنام دي برضو عشان هادر الطاقة طيب الجسم بيعوض الطاقة إزاي الفوسفات بيطلعوا من مركبات تانية عشان عوض الفوسفات اللي استخدموا جسمه النقطة بقى هنا المركبات اللي بيطلع منها الفوسفات بعد كده بتتحول لحاجة اسمها حمد بوليك دكتور أنا أعتقد أن التوقل في المعلومات الكيميائية شوي بتضيع طيب أنا وصلت للنهاية نتكلم دكتور بس وصلت للنهاية لندي قطة المهمة أتفضل أتفضل أنا بيعطيك الوقت الكافي ثانية لما بس الفوسفات اللي بيطلع ده المواد اللي بتصدم في تعويضه بتتحول لحاجة اسمها حمد بوليك حمد بوليك ده كلنا عارفين أنه هو بتعداء الملوك اللي بيجي من الأكل اللحمة حمد بوليك ده بيطلع كمان من إيه؟ من الفرقتوز لأنه بيستهلك طاقة حمد بوليك ده بيعمل إيه بقى؟ بيرفع الضغط لأنه عندنا وباء ارتفاع الضغط في البلد فيه مادة بتطلع من الشرايين موسعة للشرايين حمد بوليك يمنع هذه المادة من أنها تطلع وبالتالي بيساهم في ارتفاع الضغط ذكرتم أن المسألة كلها يعني يتعنى بمسألة التغذية السليمة وهناك بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة عند معظم الناس بأن هناك الكثير من العادات الغذائية التي يعتقدون أنها عادات صحية هي ليست بعادات صحية على حسب تركيب التركيب الكيميائي لهذه الأغذية عموما دكتور نحن موضوعنا الرئيسي يتحدث هو عن الشيخوخة الصحية هذا جانب الجانب الغذائي في هذا الموضوع تحدثت عنه وأسهبت فيه لكن إذا ما بتكلم أنا عندي أقل من خمس دقائق قبل أن أطلع على الفاصل دكتور يعني منحاول أن نكثف المعلومات قدر الإمكان يا ترى ما يعني علاقة الهرمونات ومستواها في الجسم ودورها وعلاقتها في تقدم العمر أبغى تكلم عن هذا المحور باختصار دكتور تمام تمام هو معروف أن الهرمونات الطبيعية الجسم يفرزها بتبدأ من سن 40 سنة قبل كده بشوية بعد كده بشوية تبدأ تقل وأهم هذه الهرمونات هرمون الغضة الدرقية وهرمون التستستيرون في الرجال وهو هرمون الذكورة وهو البروجستيرون في السيدات ونقص هذه الهرمونات يؤدي إلى تدهور الكفاءة الجسمانية عشان أوضحها ببساطة لو افترضنا أن أنا عندي 10 عمرات كل عمارة مسؤولة عنها مهندس لو عدد المهندسين بقى خمسة يبقى كل مهندس مسؤولة عن عمرتين لو بقوا اتنين مهندسين بقى كل مهندس مسؤولة عن خمس عمرات وبالتالي كفاءة العمل بتقل مع تقدم السن طيب نيجي نشوف هرمون الغضة الدرقية هرمون الغضة الدرقية عشان بس نوضحه للناس لأن ده مهم وشائع بطريقة لا تتخيلها عندنا حاجة اسمها تي فور و تي سري تي فور الهرمون الأساسي بتاع الغضة و تي سري الهرمون النشط لازم تي فور يتحول ل تي ثلاثة علشان يشتغل لو ما تحولش مش هيشتغل كل ما نكبر في العمر قدرة الجسم على تحويل تي فور ل تي ثلاثة بتقل وبالتالي احنا عندنا في الهرمونات حاجة اسمها رينج اللي هو المعدل الطبيعي مثلا نقول من اتنين لسبعة تمام؟ لما تي سري وأنا عندي عشرين سنة يكون ستة كيف أجدر دكتور أحافظ على هذه لا هي مش مسألة هم حافظ جايلك في الكلام هو بس عشان أوضحها ثانية حاضر لما سبعة لما يكون ستة وبعدين لما يبقى أوصل ستين سنة ألاقيه بقى ثلاثة هو لسه في الرينج الطبيعي بس غير مسموح ان هو يبقى في الثلاثة لازم يرجع تاني أرجعه تاني عشان أحافظ على الجسم على كفاءته ده احنا بنعوض الهرمونات يعني بندي للمرضى الهرمونات دي علشان نرجعهم نحافظ على عدم وصولهم إلى الشيخوخة النفسية والجسدية يعني أنا بطلع الشخص بحميم المرض وبديله كفاءة عضلية وجثمانية توازي إلى حد ما شكله أيام كان في مرحلة الشباب هذا الكلام ينطبق على التستسترون وينطبق على البروجسترون وينطبق على معظم هرمونات الجسم الأساسية جميل دكتور ما نتكلم عن محور الرياضة اللي دائما ما يقال أنه واحد من أهم الأسباب للحفاظ على حياة صحية يجب على الإنسان أن يمارس الرياضة اللي بتحافظ على صحته لياقته لكن بالنسبة لكبار السن هنا أعتقد المسألة شوية مختلفة إذا بيمارس نشاط بدني أو نشاط رياضي عشان يوصل إلى الشيخوخة الصحية اللي نحن نسعى لها فيا ترى يعني غالبا ما تكون يكون المفهوم المتداول هو يعني لكبار السن رياضة المشي لكن هل هناك رياضات أخرى ممكن يمارسونها هو زي ما حرك قلت رياضة المشي بالنسبة للمسلمين مناسبة ليهم واستخدام الأسقال مهمة علشان تمنع من السقوط يعني رفع الأسقال مش هنقول ميت كيلو يعني على قد ما يحتمل لكن النقطة اللي احنا عايزين قبل ما يوصل لمرحلة الشيخوخة نجهزه عشان لما يوصل يبقى واصل بطريقة سليمة فاحنا هنبدأ منقول مثلا من سن تلسين اربعين سنة خمسين سنة طب ايه الرياضة اللي انا ممكن نستخدمها في المرحلة دي عشان لما وصل لسن سبعين سنة ابقى عندي كفاءة عضلية راهي ثبت ان في حاجة اسمها قدرة الخلية على استخدام الأكسوجين يعني سي انا مسلا بدل الخلية ميت جرام أكسوجين الخلية بتقدر تستخدم عشرين ما بتقدرش تستخدم بقيت تمانين ليه؟ لان الخلية مش متضربة فانا كل ما ارفع كفاءة الخلية في استخدام الأكسوجين كل ما بقى عندي ليقة بدنية تمام يعني لو الخلية بستخدم تمانين غير لما تستخدم عشرين طب أنا عشان اعمل كده الأبحاث قالت ايه؟ قالت ان تلاتين سنية من الرياضة السريعة يعني الجري بسرعة فائقة اقصى سرعة لمدة تلاتين سنية نعم وتريح دقيقتين وتجري تلاتين سنية وتريح دقيقتين وتجري تلاتين لمدة ست مرات تمام؟ ده بالنسبة لناس صغيرين اللي هما منقول من تلاتين اربعين خمسين وانت طالع نعم لكن اللي وصل دلوقتي قريدي لسن يعني سابعين تمنين سنة المشي بالنسبة له حلو لو انا اتبعت نظام تلاتين سنية ورحض دقتين ده بيحسن المزاج وبيقلل الشهية وبيرفع الكفاءة العضلية والليقة البدنية ده التوصيات في الموضوع دكتور اخر سؤال انا عندي يمكن شوي يكون مرتبط بالموضوع وخارج عن الموضوع بشكل او باخر هناك يعني الكثير من يعني نلاحظ الرواد الاندية الرياضية يقومون بحقن انفسهم ببعض المكملات الغذائية او حتى اخذ المكملات الغذائية عن طريق بودرة او حبوب يا ترى هذه الممارسات التي يقومون فيها الان مدى تأثير على شيخوختهم وهل ستؤدي لشيخوخت صحية ام لا تمام هم بيغضوا نوعين بيغضوا هرمونات وبيغضوا مكملات غذائية نعم المكملات الغذائية ما فيش فيها مشكلة اوكي لكن المشكلة في ان انا اكون عندي هرمونات سليمة وانا عندي عشرين سنة واخد هرمونات اضافية المشكلة اللي بتواجههم اساسا هم مش عارفين يتخلصهم الدهن في جسمهم فبياخدوا تستسترون علشان اوما فاكرين تستسترون هيكبر العضلات وهيخلصهم من الدهن هو بيساعد بس اذا انا باخد سكر ان السكر بيتحول اجباري في الجسم الدهن خدت تستسترون ما خدت تستسترون طول ما انت بتاكد سكريات لازم جسمك ايوة دي فين الجسم لازم يحاولوا الدهن فمش معروف ايه اللي بيحصل لهم اللي بياخدوا تستسترون هم صغرين لكن لما الواحد نسبة تستسترون اللي عنده لما يكبر في الحالة دي ممكن اعوض له اللي بيروح منه علشان احافظ على بنيانه العضل سليم لكن انا محدش تابع الناس الرياضين اللي بيقضوا تستسترون هم صغرين لما بيكبروا بيحصل لهم ايه غالبا ما بيحصل لهمش حاجة غالبا ما بيحصل لهمش حاجة ودي موضوع شائق شوية محتاج وقت عشان يتفسر يعني طيب انحن اكيد في الحلقات القادمة ما نحاول قدر الامكان انه نطرح المزيد من الوقت لمثل هذه القضايا واللي يعني حقيقة تهم الكثير من المستمعين يعني في الختام دكتور انا شاكر لك تواجدك معنا دكتور احمد فولة خصائي اول طب المسنين بمستشفى راشد نتمنى ان شاء الله لكم التوفيق الدائم شكرا والشباب الدائم كذلك شكرا عموما مستمعين نحن شوية اخرنا على الفاصل لما نطلع فاصل ومن بعدها بيكون عندنا موضوع وايد مهم يهمكم جميعا وموضوع التأمين الصحي فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى عبر برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة جدا إذاعتكم إذاعة نور دبي مستمعين قبل الفاصل قلنا يعني من ناقش معاكم موضوع جميل جدا وموضوع يعني من المواضيع الحيوية حيث تعد منظومة الضمان الصحي التي تتبنى تنفيذ هيئة الصحة في دبي نموذجا يحتذا به ليس فقط لأخذها بجميع الأساليب والحديث وعليات العمل الأكثر تطورا وإنما لأنها منظومة متكاملة تقف بكل واقعية عن متطلبات الجمهور إمكانيات المؤسسات المشاركة في التنفيذ وأيضا يعني منهجيتها في التعامل مع الاحتياجات المستقبلية ومراعاتها قيمة توفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية يعني حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر هذه المداخلة الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهية الصحة بدبي لكن دكتور قبل ما نتعرف على الجديد في منظومة الضمان الصحي بالأمس يعني كانت هناك زيارة من الوفد الصحي البحريني هذا الوفد الذي كان على مستوى رفيع جدا يا ترى يعني ما الذي جاء للإطلاع عليه هذا الوفد نعم شكرا أخوي محمود طبعا معنا نحن البارحة واليوم وفد المجلس الأعلى للصحة في دولة البحرين الشقيقة برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في دولة البحرين وجاء الوفد يطلع الحقيقة على تجربة إمارة تدبي في خطبيق منظومة أطمان الصحي في الإمارة وكذلك كانت في زيارة لصحب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم تدبي وكذلك كانت في ذعوة كريمة من سموه للوفد على الغداء والحقيقة قضينا مع الوفد يوم كامل من المناقشات التقنية اطلعوا من خلالها على الخبرات المختلفة اللي حصلت عليها هيئة الصحة في خلال تطبيق منظومة ضمان الصحي في إمارة تدبي نعم دكتور يعني خلنا نتعرف على هذه الخبرات اللي اطلعوا عليها شو هي أهم الخبرات اللي تم اطلع الوفد عليها نعم الحقيقة اطلع الوفد على تجربة مارة دبي من البداية من مرحلة تصميم منظومة ضمان الصحي تصميم السياسة الأساسية قانون وضمان الصحي اللي اعتمد صاحب السموه الشيخ محمد مراشد المكتون في نوفمبر 2013 كذلك اطلع الوفد بكثير من الاهتمام لباقة برنامج المواطنين سعادة أو برامج الموظفين مثل برامج عناية والبرامج الأخرى اطلعوا كذلك ويمكن من أهم النقاط اللي يركزوا عليها تركيبة وعملية تصميم البنية الالكترونية التحتية لمنظومة الضمان الصحي في إمارة دبي اليوم تعتمد منظومة الضمان الصحي على ما نسميه المطالبات الالكترونية اللي هي بوابة الالكترونية تقدم أكثر من 23 خدمة ذكية للمستفيدين من منظومة الضمان من خلالها تراقب المطالبات التأمينية الحقيقة هي عبارة عن ملف إلكتروني للتأمين الصحي اللي يمكن يعتبر اللبنة الأولى للملف الطبي الموحد الشامل وردي اليوم من خلال منظومة الضمان الصحي لكل شخص مؤمن عليه في إمارة البي من خلاله يستفيد من الخدمات التأمينية المختلفة في الإمارة طيب دكتور يعني زيارة الوفد القادم من مملكة البحرين إلى هيئة الصحة يعني هذه الزيارة هي عبارة عن مقارنة معيارية هناك يتم كذلك مقارنة الأفكار التي تتواجد أيضا في مملكة البحرين والتي يمكن لنا الاستفادة منها في إمارة دبي يترى شو هي أبرز الأفكار اللي تم تداولها في هذا المجال نعم طبعا مملكة البحرين التقيقة أعلنت توجهها لتطبيق الضمان الصحي كآلية لتمويل الخدمات الصحية في مملكة البحرين نحن في دبي يمكن تحركنا في العمل من خلال قانون الضمان الصحي ومن خلال مرحلة الإعداد للمنظومة كذلك من قبل القانون فيمكن الطلاعهم على تجربتنا في التنفيذ لكن الحقيقة مملكة البحرين في عندها الكثير من المجالات المتطورة من ناحية الخدمات الصحية خصوصا قوة منظومة الرعاية الصحية الأولية في البحرين آليات ترخيص شركات التأمين بشكل عام مش فقط من ناحية الصحية وإنما منظومة ترخيص شركات التأمين بشكل عام البحرين تعتبر من الدول الرائد في المجال هذا فكذلك اطلعنا على تجاربهم في المجالات هاي وهم اطلعوا على خبرتنا في مجالات التأمين الصحي بشكل خاص تنفيذ آليات آليات ترخيص التأمين الصحي آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية كيفية رفع مستوى الخدمة الصحية بناء على قواعد وآليات التأمين الصحي طيب دكتور هناك الكثير من الأسئلة الخاصة في مجال التأمين الصحي والضمان الصحي بشكل عام لكن يعني واحد من الأسئلة التي تتراود إلى ذهن يا ترى ما الذي يجعل منظومة الضمان الصحي في دبي يعني منظومة فريدة من نوع يتوم من خارج الدولة للإطلاع عليها للاستفادة منها فيتبرونها نموذج يحتذا به شو اللي ميزكم أنتم في هذه المنظومة الحقيقة يمكن عقب على الجملة الثانية من كلامك أن بالإضافة طبعا البحرين كانت في عندنا زيارات عديدة من وفود خليجية كذلك من داخل الدولة برامج مختلفة وحتى من دول العالم المختلفة كذلك سمعنا أن البنك الدولي اليوم بالنسبة اللي عادة يقدم الاستشارات بفصول تطبيق التأمين الصحي لمجموعة من الدول في العالم كذلك ينصحهم بالاطلاع على تجربة إمارة يمكن الاختلاف الرئيسي في إمارة تدبي اللي مختلف عن تطبيق التأمين الصحي في دول أخرى أو في أنظمة صحية أخرى التركيز عادة في التأمين الصحي يكون على عملية تغطية عنا مجموعة من الناس محتاجين نقدم لهم التأمين الصحي عشان نغطي الخدمات الصحية اللي يحصلون عليها من ناحية مالية منظم ضمان الصحي في إمارة تدبي بالإضافة إلى التغطية المالية بالتأمين الصحي تركز على عملية استخدام التأمين كأداة في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة من خلال الأنظمة الإلكترونية الذكية لحقيقة جميع الخدمات اللي تقدمها المنظومة هي خدمات ذكية كلها أونلاين كلها إلكترونية بشكل وكامل قاعدة البيانات وآلية التعامل مع المعلومات التأمينية كلها تعتبر اللي هو بست فراكتس الحقيقة نحن أصبحنا ما يسمى بالنكست فراكتس يعني العالم يطلع على تجربة إمارة البيك نموذج يحتذا به خصوصا من ناحية الخدمات الإلكترونية وكيفية استخدام المعلومات التأمينية في مراقبة الجودة وتطوير مخرجات الجودة سواء على على مستوى شركة التأمين على مستوى شركة إدارة المطاربات على مستوى وصيط التأمين على مستوى مقدم الخدمة الصحية كل واحد من هذه الجهات لا آلية معينة تعمل بشكل دائم على رفع مستوى جودة تقديم الخدمة وجعل المستفيد أو المريض هو المركز الحقيقة والتركيز على حصول على أفضل الخدمات جميل دكتور نعجبني مصطلح من الأفضل الممارسات إلى الممارسات المستقبلية والممارسات القادمة يعني تطلعاتكم المستقبلية أهداف التوسع في هذه المنظومة والارتقاء بنوعية الخدمات الصحية يلي تعطينا نبذى عن هذه التطلعات المستقبلية طبعا بالنسبة لنا المرحلة الرئيسية المفصلية القادمة إن شاء الله هي عملية تمام حصول جميع المؤمن عليهم أو الأفراد التأمين الصحيح نحن اليوم تقريبا المنظومة تغطي أكثر من 70% من المقيمين في إمارة الدبي وأكثر من 90% من المواطنين إلى منتصف 2016 إن شاء الله نأمل أن نوصل إلى أكثر من 95% من المقيمين وإن شاء الله إلى 100% من المواطنين في إمارة الدبي بالتأمين الصحيح وهذه نقطة مفصلية رئيسية قادمة بالنسبة لنا كذلك مشروع مهم بالنسبة لنا هو نشر مخرجات الجود بالنسبة للخدمات الصحية بحيث أنها تكون هذه المعلومة عامة حاليا المنظومة تراقب مخرجات الجود نستفيد منها في عمل الفيدباك للمؤسسات بحيث أنها تطور أداءها نوصل لمرحلة نشر مؤشرات الأداءها بحيث أنها تصبح معلومة كذلك من قبل الجمهور فاليوم إذا أنا محتاج عملية معين أو محتاج نوع معين من أنواع العلاج أدخل إلى ويبساية الهيئة وأشوف شو أفضل مستشفى يقدم الخدمة أو شو أفضل طبيب يقدم الخدمة في إمارة أقارنها بسعر كذلك لأن في لائحة الأسعار كذلك بتكون معلنة وواضحة بالنسبة للجمهور كذلك المؤشرات الأداء بالنسبة لتخصص معين أو في مجال معين أو في عملية معينة هذا مشروع مهم بالنسبة لنا كذلك ربط التأمين الصحي بالطاقة الهوية مثل ما تعرف بدأنا في برنامج سعادة وكان أول برنامج التأمين يبدأ ببطاقة الهوية إن شاء الله تعالى خلال 2016 راح تتحول جميع برامج التأمين الصحي في الإمارة إلى بطاقة الهوية بحيث أن الشخص ببطاقة الهوية فقط يقدر يستفيد من خدمات التأمين الصحي بغض النظر عن أي برنامج هو فيه يعني سواء كان سعادة أو عناية أو غيره حتى برنامج خاص من شركة خاصة بطاقة الهوية تكفيه في الحصول على الخدمات الصحية في الإمارة كذلك عنا مثل ما تعرف اللي هي الإسعاد كميونيتي أو البواب الإلكتروني للمستفيدين من خدمات الضمان الصحي في إمارة تدبي وهذا مشروع أعلننا عنه في أسبوع الابتكار في نهاية العام الماضي وراح إن شاء الله يبدأ يتحرك في الربع الأول من 2016 فعنا الحمد لله لوتوب أكشن على قولتهم أو الكثير من الأكتبتي وفي أشياء راح تعلن إن شاء الله في مؤتمر الصحة العربية في نهاية الشهر هذا ودائما بنيكم بالجديد والمفيد طيب نحمز وما ما شفناك في السوديو يا دكتور حاضرين طال عمرك مزين أنا بس لأنك تذكرت إسعاد فخلنا نعطي بس معلومة للمستمعين الفرق ما بين سعادة وإسعاد نعم الاسم اللي أطلق على منظومة الضمان الصحي في إمارة كمنظومة كاملة هو إسعاد وجد هاي من توجيهات صاحب من سمو الشيخ محمد مراسل المكتوم لما قال لنا أن الهدف من الحكومة والهدف من الخدمات الصحية هو إسعاد الناس فالحقيقة خذنا كلمة صاحب بسمو الشيخ محمد إسعاد وأطلقناها على منظومة الضمان الصحي لأنه فعلا هدف المنظومة هاي إسعاد الناس عبر توفير أفضل الخدمات الصحية لهم أما سعادة فهو برنامجة ضمان الصحي للمواطنين في إمارة تدبيج فدائما بنكون سعيدين وسعداء واستعمل إسعاد وسعادة وهذه من توجيهات القيادة لأنه هدف الخدمات الصحية في النهاية وهدف أي خدمة حكومية تقدمها الحكومة للأفراد هو فعلا سعادة أفراد المجتمع طيب دكتور أنا قبل ما أختم معاك هذا اللقاء يعني هل من كلمة أخيرة تبغي توجهها في هذا المجال للمستمعين للمستفيدين من هذه الخدمات وأيضا لشركات التأمين كذلك نعم بالنسبة أول شي للمستفيدين من المواطنين طبعا إحنا حاليا لا نزال عاملين على تسجيل المواطنين في برنامج سعادة في عدد بعد ما تسجلوا وحيانا الأفراد ينتظرون لينما يمرض أو يحتاج أن يروح المستشفى وبعدين يروح يسجل في التأمين ندعوهم إلى التسجيل الحين وما يترى لينما هو يحتاج التأمين لأن كذلك البرنامج فيه العديد من المزايا الوقائية اللي راح نعلن عنها قريبا وراح يقدرون يستفيدون منها حتى لهم طبعا مش مرضى ومش محتاجين للعلاج في الوقت الحالي فبالنسبة للسعادة نطلب من الأخوان كلهم المبادرة في التفديل بالنسبة للمستفيدين من الضمان الصحي في إمارة الدبي كذلك الهيئة عندها بوابة للحصول على أي فيدباك من عندهم سواء كانت شكاوي سواء كانت أي ملاحظات يحبون يطرحونها عن المنظومة من خلال I promise اللي هو يتقبل جميع شكاوي المؤمن عليهم في إمارة الدبي بالنسبة لشركات التأمين أو باقات التأمين خاصة على سبيل مثال شخص محتاج خدمة معينة حدث أن الشركة رفضت وأن هاي الخدمة أو الباقة هاي مشمولة في باقة التأمينية على طول يتواصل مع الهيئة والهيئة دائما تأخذ حقوقهم وتتأكد من أن الخدمات الصحية اللي هم مغطاين لها يحصلون عليها لكن في نفس الوقت مهم من الأشخاص يطلعون على البوليسة ويعرفون حقوقهم وواجبات تم من خلال البوليسة التأمينية أما بالنسبة لشركات التأمين الحقيقة فيه يعني تواصل رائع معهم ودائما هم معانا في الطفرة هاي وفي عملية تطوير المنظومة الصحية في الإمارة بالنسبة لنا هم شركاء وتواصلنا معاهم بشكل يومي سواء أفراد أو شركات بشكل عام والحمد لله يعني تعاونهم معانا كبير جدا هم فعلا شريك حقيقي للهيئة في عملية التطوير دكتور حيدر اليورسف مدير إدارة التمويل الصحي بهية الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة وشاكرين لك هذه الجهود التي تقومون فيها في هذه الإدارة المميزة ونتمنى لكم التوفيق دائما شكرا جزيلا لك حاضرين اعتذرك العافية شكرا الله يعافيك عموما يا مستمعين يا كرام نحن نكون بهذه المداخلة قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المميزة أنا أكرر الدعوة اللي توجه بها الدكتور حيدر بالنسبة للمستفيدين من يعني منظومة الضمان الصحي نحن نقولكم يا جماعة الخير مثل ما قال الدكتور توجهوا للتسجيل في هذه المنظومة لأن هذه المنظومة تحوي على بعض البرامج الوقائية يعني اللي يميز منظومة التأمين الصحي اللي موجودة عندنا في هذه الصحة أن فيها برامج وقائية بمعنى أن المستفيد من خدمات التأمين هذه خدمات التأمين الصحي لازم يسوي بعض الفحوصات اللي يعني تكون فحوصات وقائية يكشفون سبحان الله يمكن يكون يعاني من بعض الأشياء اللي ممكن نحن نقدر نتدخل بشكل مبكر ونقدر إنساهم في علاجها فوايد مهم أنكم تتوجهون والعملية بسيطة جدا ما بتأخذ يعني دقايق من عملية التسجيل ومسألة بسيطة جدا بس استكملوا الوثائق المطلوبة وممكن تسجلون في خلال خمسة لعشر دقايق بشكل كبير إذا ما كان أقل لأن على حسب المعلومات اللي عندي هي من تاخذ العملية للشخص الواحد أقل من ثلاث دقايق فعموما هذه دعوة نكررها ندعو من الجميع اللي ما سجل في هذا البرنامج ندعو أن يتوجه إلى المراكز الصحية التي تتوفى فيها خدمات التسجيل لهذه المنظومة المتألقة في ختام حلقتنا يعني ما أقدر إلا أني أتوجه لكم مستمعين العزاء بالشكر الجزيل على حسن متابعتكم وتواصلكم معنا والشكر كذلك موصول لفريق الإعداد والتنسيق بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي والذين يبدلون حقيقة مجهود كبير في إعداد هذه الحلقة من خلال توفير الضيوف وتوفير القضايا التي يجب أن تطرح من خلال هذا البرنامج لتوصيل هذه المعلومات إلى المستمعين الكرام عموما أيضا مخرجنا يحييكم السادة عيسى سبيل توجه لكم التحية ويقول يخلص البرنامج وأنا أقولكم نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم على أمل اللقاء بكم بصحة وسعادة هذه تحياتي بحمود يوسف ونتمنىكم إجازة سعيدة وإلى الملتقى صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تحياتي ترجمة نانسي قنقر